اشتركوا في القناة بذرتهم كلهم في نفس الوقت بذرتهم تقريبا في بدايات شهر 9 ما وثقت التاريخ للأسف ولكن بذرتها في بدايات شهر 9 احنا اليوم تاريخ 26 أكتوبر نلاحظ ان عندي هذه الشتلة بالذات اذا نبين عندكم الجذور بدت تطلع من اسفل الاصيص فهذه محتاجة نقل بعضهم الثانين ايضا محتاجين نقل اللي راح اسوي اني راح انقل الشتلات هذلين كل واحدة فيه اصيص مثل هذي اللي هو ثلاثة لتر قبل لا انقلها الى الاصيص الكبير وراح اراويكم الاصيص الكبير قبل ننقل هذي الشتلة فمثل ما احنا شايفين عندي هذي اللي هو راح يكون الاصيص او الشيس اللي راح ازرع فيه الشتلة شتلة فلفل واحدة من هذلين ال 11 راح تنزرع هني وراح نشوف الحجم اللي ممكن توصله طبعا هذي الشيس سعته 150 لتر الخلطة اللي موجودة فيه مجرد كوكو بيت و بير لايت فقط كوكو بيت و بير لايت يعني انا شخصيا اشوف الكوكو بيت بديل جدا احسن من البيت موس خفيف اكثر ويصرف الماء بشكل احسن والنقطة الاهم في الكوكو بيت انه ما يصير لما يجف كليا ونروي على طول يشرب الماء بعكس البيت موس اللي يصير هيدروفوبك مثل ما يقولون انه ما يبتدي يستوعب الماء ويبتدي يطفح وياخذ وقت الى ان يشرب الماء فهذه من فوائد الكوكو بيت وايضا ان الكوكو بيت مفيد للبيئة لانه مادة مستدامة يعني فما تضر البيئة بعكس البيت موس الشي اللي اضافته الى التربة اللي هو حبيبات الالفالفة الالفالفة ضفتها ومع الريء شوي اتفتت راح يكون ان شاء الله فيه فيديو عن فوائد الالفالفة في الحديقة والزراعة ولكن مثل ما انتون شايفين هذي الچيس حطيته على بلت او طبلية او اي ان كان الاسم اللي تسمون هذي الخشب بس عشان ارفعها عن الارض ويعطيني تصريف ماء احسن الجيس فيه فتحات تصريف ماء من الاسفل ومن الجوانب ففيه تصريف مياه مهم بالنسبة حق اصيص بهذا الحجم ان يكون فيه تصريف ماء فاللي راح اسوي لان هذي الجيس محطوط خارج المحمية اللي تشفتوها داخل الشتلات محطوطة داخل محمية ولكن محمية فقط بشبك فما تحمي من اشعات الشمس او الرياح او اي شي مجرد شبك عشان تحمي من الطيور والحمام لان الحمام مشكلة بالنسبة حق الشتلات فراح اخليها داخل مرة ثانية الى ان تكبر في هذه الاسيص الثلاث لتر فراح اتوقع ان يصير حجمها يعني يكون محترم حجمها بعدين ننقلها على اساس ان تطمن ان الطيور والحمام ما يقدرون يضرونها لما ننقلها تكون قوية ومتأسسة فراح انقلها في ذاك الاسيص وان شاء الله الفيديو الياي راح نشوف الشتلة ننقلها في هذه الاسيص ونتابع تطورها ان شاء الله فهذه بداية المشروع ان شاء الله والمشروع طرحناه في الانستغرام وتكلمنا عنه فاللي ما يتابعني في انستغرام انصحكم تتابعوني في انستغرام لان هناك تنطرح افكار ونقاشات على بعض المسائل المحتوى اللي حابين تشوفونا احيانا او اخذ منكم بعض الافكار على شنو ممكن ان اقدم لكم من محتوى ومن فيديوهات فاللي عنده اي سؤال او اي استفسار بخصوص هذه المشروع او اي مشروع ثاني او اي محتوى ثاني ممكن يتركها في قسم التعليقات وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الياي في امان الله